قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه إنما كان ينتصر في حقوق الله إذا انتهكت من هنا أيها الأحبة نستخلص خصلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خصلة الحلم كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حليما ولما وصفه الله تبارك وتعالى قال أنه رحمة حينما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حليما وقد امتن الله تبارك وتعالى على الأمة المحمدية أن أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لنفضوا من حولك ثم جعل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا بأعلى درجات الحلم بأعلى درجات الحلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لنفضوا من حوله فاعفوا عنهم واستغفر لهم أي مع العفو أن يستغفر لهم ويدعو لهم بالمغفرة فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وكذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أسام عليكم حذفوا اللام فقلبوا المعنى من السلام إلى الموت فقالوا أسام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت لهم وعليكم السام واللعنة هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الرد من عائشة ليربي أم المؤمنين على الحلم فقال لها مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت عائشة فقلت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلت وعليكم فيستجيب الله لي ولا يستجيب لهم تأمل رب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته على الحلم ووضع قاعدة عظيمة للحلم وهي الرفق إن الله يحب الرفق في الأمر كله وفي الحديث في صيح مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواهما وفي حديث آخر ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه والرفق قاعدة من قواعد الحلم لا تكون حليما إلا إذا كنت رفيقا روى أنس رضي الله عنه قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فإذا بأعرابي أتى من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه من ردائه حتى أثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الأعرابي يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك تأمل أيها الحبيب في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق هو لا يعلم ثم يأتيه أعرابي فيجذبه من ردائه حتى يؤثر على عنقه ثم يقول هذا الأعرابي بما معنى أن هذا المال يا محمد ليس مالك إنما هو مال الله أعطاك إياه لتوزعه علينا كيف سيكون هذا الرد ضع نفسك في هذا الموقف كيف سيكون ردك هنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى هذا الأعرابي وتبسم في وجهه ثم قال مروا له مما لله انظر أيها الحبيب في هذه الابتسامة لها معاني كثيرة حلم النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامته لها معاني كثيرة غرست في هذا الأعرابي وغرست في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الأعرابي أنا لم أغضب من فعلك هذا فإذا أردت مني شيء فتعال واسأل ما شئت إذا أردت أن تتعلم مني شيء تعال إلي فأعلمك هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي ورب الأمة إلى قيام الساعة التمسوا الأعذار وانظروا في حال من سألكم قد يكون حاله صعبا احلم حتى تنال قلوب الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان موقف آخر سار النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو أهل الطائف فحرض أهل الطائف السفهاء والصبيان فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا قدماه الشريفتان وهو الشريف في قومه ولا ينتسب إليه إلا شريف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف منكسر حزينا فإذا بملك الجبال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله أن يفعل ما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم منه أتى ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض الخدمات قال إن شئت طبقت عليهم الأخشبين فإذا بحلم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته يسبقان غضبه فقال لا عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا حلم في أشد المواقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج رأسه كسرت رباعيته الموقف عصيب على المسلمين في هذا الموقف العصيب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تدع على المشركين فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء لا ليدعوا على المشركين إنما ليدعوا لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله على الأمي الذي علم المتعلمين ويكأني بحبيبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل مكة فاتحا يشير إلى هذا الصنم بعصاته فيسقط يشير إلى الآخر فيسقط حتى وصل عند الكعبة فوقف تجمعت قريش وتجمهرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إليه والنبي لا يتكلم شريط الذكريات يمر على عقول قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم سبوه ساحر كذاب مجنون آذوا أصحابه قتلوهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا الصمت ثم يقول يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلنها اذهبوا فأنتم الطلقاء فأدى ذلك إلى دخول جل قريش في الإسلام هكذا كان حلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي رحمته صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله أولا وآخرا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر